داء الحسد ودواءه الحسد هو أن يحب الحاسد أن تزول النعمة من المحسود وأرشدنا القرآن إلى أن نستعيذ بالله من شر الحاسد فقال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد فقال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أنواع الحسد ومراتبه المرتبة الأولى أن يحب الحاسد زوال النعمة عن المحسود وإن كان لا يحب أن تنتقل النعمة إليه فقط يريد زوال النعمة عن المحسود وهذا الحاسد هو أسوأ الحاسدين المرتبة الثانية أن يحب الحاسد زوال النعمة عن المحسود وتحولها إليه لرغبته في تلك النعمة مثل رغبته في داره الحسنة وامرأته الجميلة المرتبة الثالثة أن لا يشتهي الحاسد عين النعمة لنفسه بل يشتهي مثلها فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما المرتبة الرابعة الغبطة وهي أن يشتهي لنفسه مثل النعمة التي لغيره فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عن المحسود وهذا النوع من الحسد غير حرام الوسائل المعينة على ترك الحسد ذكر العلماء وسائل للحاسد الذي يريد النجاة من هذا الخلق الذميم ويود الخلاص من آفته ومن تلك الوسائل واحد أن يتبع الحاسد أمر الله جل وعلا فيترك ما نهاه الله عنه من خلق الحسد ويجاهد نفسه على ذلك وقد يكون في ذلك شيء من الصعوبة إلا أنه يسير على من يسره الله له 2- الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لحكمه فهو الذي يعطي النعم ويسلبها قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 3- التفكر في نتائج الحسد والنظر في عواقبه الوخيمة من حصول الذنب العظيم وفساد العلاقة بين المؤمنين ترجمة نانسي قنقر